بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزاني يا جماعة ماديا. لا متشحول. لا 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 متشحول. لا 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 ماديا. لا واضح ان الحالة المادية ما اثار عليكو جامد. ان شاء الله يا ربك ردي تصدقه. تسلمي يا همسات تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد. لا رزقه حاسس انه رزقه مش كفاية. بتعبان من لاحية المادية. شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ومبتاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون في عمكو. ربنا يكون في عمكو لو الكروت دي مزبوطة. شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين. الميزان شايف شريكو زي ما تقولو. اتكشف على حياته. تاهمين قصدي. او الله يا مسحول. واضح. اتكشف على حياته. يعني زي ما تقولو موقفش جنبه. ما زندوش كويس. اه ما استوعبهوش. في حاجة حصلت. يعني الميزان حاسس ان هو. اه. الطاقة ما بينكم فيها ايه؟ الطاقة فيها شغل جديد. مش عارفة ايه اللي مجايبها في علاقة عاطفية. اما. مرسيا نونة. اه. فيها حاجة بتتصلح. في حاجة حتحصل. اه. في وضع غلط بيصلح. تمام. زي ما انتو شايفين. ما يسك شاكوش وبيصلح. اه. صح. اه. شريكك. عايز فلوس. عايز فلوس. عايز حالة مادية. مش بس اه. اه. مستقرة. لا لا لا. ده عايز صراء. يعني هو ضغط عليك ضغطة جنبه جدا. خلينا نقلب الاية. انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هاي اللي بتشتغل. مش هاي اللي بتسابورت. فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها في طاقة جديدة. ما بتنامش من كتر التفكير. ما بتنامش من كتر القلق. حاسة انها اه. شريكها بان على حقاقته. اه. الطاقة ما بينكم فيه حاجة بتتصلح. فيه حاجة بتتغير. اه. شريكك عايز ايه؟ عايز يعني. يعني. ياخد كل حاجة منك. يعني. عايز كتير. عايز كتير. طلباته كتير. والديمانز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان? عايز يعتمد على نفسه. واضح ان انت مش عارف تلبي. فابتده يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفه انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حطت عليك الضغط ده كله. وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى ان هو يبعد. او ان هو يستغنى عنك. او بيحاول يستغنى عنك. ساعات هتكشف على حاجته. شايفك ازاي شريكك? شايفك ازاي? شايفك حطت هدف. شايفك حطت هدف ورايح عليه. والهدف ده انت عايز تروح للامان يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن فهو فعلا عايز ده زيك يعني. ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد او او ليه مزع على الميزان بالشكل ده? بصوا بقى اللي جاي. بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزاني. الامور لو تصلحت ان شاء الله تتصلح. بصوا باذن الله جايلكو فلوس. في تطور في الحالة المادية. كويس? حيرجع. او هي يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي? هل يا ميزان انت هتقبله? خلي بالك ان هو موقفش جنبك كما يجب. انت حسيت انه هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة. او انت اضرب بالسيتيواشن بس انا شايفة ان انتو هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا. يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا. وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة. العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب حلله بس نوقف معي حتة حت. مش عارفة ليه جايلي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته وقفة معيك على الحالة المادية. لو انت حسيت منه ان هو موقفش جنبك كما يجب. اوكي? يعني انا نصيحتي لك سيباك بقى متروه خالص. بليس ما تقبلوش. بليس ما تعملش الصلح بقى. اوكي? امين يا رب. بتسلم يا عبدالله. بشكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوق تفاهم. وحاجة برا الموضوع ده خالص. طبعا ربنا يوفقك ويتمملكه على الف خير. هلخص القرية بسرعة. الميزان عايز باب رزق جديد. رزق وحاس ان هو مش كفاية. عنده مشاكل واضطرابات نفسية جديدة جدا ما اثر على نومه. وقربت الاثر على صحته. كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده هتدهور. بالراحة على نفسك شوية. شايف شريكو ازاي? حاجة كانت مصطورة وانكشفت. او مش مديلك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور. فيها تطور. فيها حاجة بتتصلح. اوكي? اه شريكك عايز ايه? عايز حلم من الامان او الصراء المادي. عايز يعتمد على نفسه في هزا الموضوع. مينا انا مشاكل انت بنت ولا ولد. اه بصي حبيبتي الرسالة دي طويلة جدا. اعمليها كافي وبعتيها للصفحة وهحاول ارد عليك. والكلام ده المينا بس يا جماعة. انا هنوه عن موضوع ده بعد الالغاية. اه شريكك شايفك ازاي الميزان? انت عايز تروح لبر امام. انت وبتسعى. شايفك بتسعى. يعني مش وقف مكانك. وحدة كويسة قوي قوي. شايفة قدامي. ان شاء الله بازن الله حالما اديها حتطور. تطور جامد. مش وحش خالص يعني. اه وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفة بعد دي كمان مسيرة طويلة جدا جدا بازن الله. وقوة. علاقة قوية ان شاء الله. اه ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفة بعد ومش شايفة فرائي ميزان. يمكن يكون في اه عقبة او يعني مطبه. عين كده بس مطب صغير. اه يمكن يكون شريكك اه تعب من الامتظار. اه من الظروف هو كمان. مش عايزة برضو يسيء اصدن بشريكك. ممكن يكون فعلا اه تعب من حاجة معينة. اه وتقتو قررت تخلص. فان شاء الله حيجد جديد. بازن الله حيجد جديد في العلاقة تتحسن. طيب. اه سؤالها في صفر ولا لا للأسف مش شايفة صفر. الشهر ربنا يعينك بجديد. اه حالة متدهورة خالص خالص وحار بشكلها مهزوم. لكن واقفة بمنتهى السبات وبتحاول تباين ان هي ولا فرق معاها. برضو فيه هروب من مواجهة. لان لواجهة شكلها ايه? هتتبح بقى. بس دي مسكة سيف. وحطير بقى. هطير بقى. هطير رئيب. متجوزة. طب في اي حاجة حصلت من ناحية الزوج لانه شايفة دنيا خاصة. شايفة خسارة حصلت اما خسارة مادية او خسارة شخص. اه شايفة قدامي حسد شديد او سحر تفارت الشيطان كان بقى له كتير مطلعش مش عارفة ليه طلع. اه اه خلص انتم الاتنين رضيتوا علي طب متجوزة طب فيه اي حالة تانية? بصي اللي انا شايفة يا حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا. انا مش عمل هتتشتغلي او لا. لكن صح قلبك يا بليل. اه يمكن تكون يمكن هتبتدي شغل جديد. انا شايفة ان انت بتعتمدي على نفسك ماديا. وانا اقايد برافو برافو برافو. اه. شايفة قدامي انهيار لبورج شكل فيه حاجة كانت اه. كنتي حطى اه يعني صورة لشيء. وحتبتدي الصورة بتباني على حقيقتها. حاجة بتنهار. وبتظهر اه. وبتظهر على حقيقتها. انهيار البرج. طب الحمد لله. خلاص. بسم الله ما شاء الله عليك ويكملك بعقلك. شطورة. بصي بقى حبيبتي. يبقى ان شاء الله الكرت ده احتفال. واحتفال بدا. انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا. او اه في حاجة عندك هتحصل في في المادة. لكن التطور المادي بطيء يا جيم. التطور المادي بطيء. حاولوا انك يعني تقتصدوا شوية وتصرفوا في الحاجات المعقولة. وخلي بالك منجرة الحسد ده عندكو حسد. لكن ما شاء الله عليكي انت مواقم يعني. بصي ده. اه قوية ما شاء الله واقفة بثبات. وعندك توازن. ما شاء الله عليكي. وشايف اهو ده الشريك الحمد لله من ان العلاقة كويسة. شايف الشريك بيقدم لك حاجة حلوة. ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده. حاجة حلوة جدا جدا. يبقى حبيبتي الانهيار ده لشخص تاني خالص. فيه شخص عندك هيبنع على الحقيقته لاني شايفة خطارة. بتحسي بخطارة. بس بس ما تزعليش ما يستهلش يعني منك انك تزعليه خالص. عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله. اكتمال دا ارة. كارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل الارايات. وظهرت برضه في الاراية الخاصة. الميزان مدقن لعمله جدا. انت مدقنه لاي ان كان اللي انت بتعملي. بس سؤالك حبيبتي اذا فيه سفر. انا شايف احتفال. احتفال. لكن اه يمكن يكون ده. يمكن يكون السفر. لو انت حاجة اخفت بالنسبة لها خطوات ومستنية التنفيذ. يمكن ان شاء الله تجي لك مسلا موافقة تبتدي خطوات فيها. انما السفر بالفعل يمكن يكون مسلا الشهر اللي جاي. عموما اتمنى لك التوفيق وقريتك برضو حلوة. حلوة قوي قوي.